عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن تضامونها ومواساتها ودعمها لإقليم كردستان بعد الهجومات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على أربيل ومقتل وإصابة عدد من المدنيين جاء في بيان لمقر بارزاني أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين بأربيل الصفيرة الأمريكية لدى العراق إلنا رومانوسكي صفت للقصف الإيراني بخرق لسيادة الأراضي العراقية ومن جانبه أكد بارزاني رغبة كردستان بغلاقات متينة وحميمة وقوية مع العراق ودول الجوار غلى أساس الاحترام المتبادل لسيادة الأراضي والاتفاقيات المشتركة ومنع التعضي على حياة الأبرياء